عندنا تلات مخرجين محمد جمال العدل ومحمد سامي وعمر سلام أخطر منهم مين أحسن يعني؟ هنا بقى النظر اللي بيخطر لا لا أنا ما عايز مين أحسن؟ هم تلات طعوم غير بعض يا ما دارش مثلا دولي سيف شهين أحسن ولا حسن الإمام إنما هم تلاتة نكحين تجاريا وفنيا نكحين إنما من دولو تست وطعم غير محمد سامي جايز يكون محمد سامي أكثرهم نجاحا بس مش دروي بقى أشطرهم له طعم غير طعم ماندو غير طعم محمد سلام ومش جابة تبلوماسية والله يعني لو هنرتب نرتب إزاي؟ ما قدرش أقولي أرتبه دلوقتي قلت ما قدر لو تجاري يبقى محمد سامي الأول تمام ويس اجتماعيا بجد لا يبقى ماندو الأول أرتسك يبقى ماندو الأول طب أنا لو هشيل ماندو لا سيبه سيبه هم كلهم ولادي على فكرة محمد سامي ابني أنا عال لو معي إرشين وعايز أنتج لواحد من الاتنين المفضلين هتنتج إيه؟ هنتج مسلسل إيه نوعهم أنا أقولك لو نوع كمان إي نوع أه طبعا ما ده اللي بقولك بقى ذكروا رأي دكتور هنين ودكتور قلب وكلهم ده كترة بس هم زي بعض ده انت اللي الدكتور في الإجابة لا بي ربنا خليه قول لي هتنتج إيه وأنا أقولك لا أروح لمحمد سامي اشمعنا ما قلتليش ايه هتمثل ايه مع احمد عز وقلت احمد عز على طول لا لا انت بتقول لي دلوقتي كان نجم اه سوبر سار دول بقى ليهم النجوم طب لو عندنا جايزة في الاخراج عايزين نديها باسم مصر دلوقتي واحد من التلاتين ديها المين انا يا شخصيا هتقالي ابني طب بس انا بقى انت اللي احمد عز بقى ده بيعو الشيء راتقول لي بقى عاي فيلم اللي احمد عز يتبع بكام مع افل ده ملوش حلقة بقى هنمثل ايه كان يقدر عمر سلامة واه لو جبتلي ماضي قطيت ده يعملو خالد ولا يعملو فلان هنقول لك عز اللي يعملو يعني لو كنت جبتليك جعفر العمدة كان مين كان محمد سامن اللي يعملو محمد سامن مهند معرفش يعملو كده ولا عمر يعملو كده У-م انها مسلا فاتنا أمال حربي برضو ده معرفش يعملو ده بقيا وكاذا كلها تيوم لوت تيستو طعمو تمام نشوف الصورة اللي بعدها